السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين ومشاهدي قناة إبداع TV ورجعنا لكم وفيديو جديد والنهاردة هنعمل معاكم ديلة الطيارة هنستخدم له أكياس البلاستيك أي أكياس موجودة عندنا الألوان على حسب مزاجنا هنطبق الكيس بنفس الشكل كده هنسويه بمعنى مضبوط وهنبدأ بالمقص نقص الحتة اللي تحت من الكيس وهنلف الكيس وهنقص الجنب التاني لقيت الكيس من فوق أصبح الكيس كده معنا مربع أو مستطيب هنبدأ ان احنا نقصه من جنب من الاتنين وهنبدأ نطبقه دائمة اتنين سنتي تلاتة سنتي كده وهنبدأ نسقصه بالمقص شريح برضو حوالي اتنين سنتي أي أكياس موجودة عندنا بقى كيس أسود كيس أحمر كيس أزرق كيس أويض أي ألوان عندنا أي أكياس عندنا قديمة مش شرط جديدة هنقطعها بنفس الشكل كده هنبدأ الكيس التاني طبعا انا جاي بكيسين دمت وبطحوا مدامكم عشان حضراتكم بتعرفوا هما بيتقطعوا ازاي ومعايا انا حاجات كنت مجهسة هنبدأ برضو نقطعوا بنفس الطريقة وهنبدأ ان نطبقوا وهنطعوا المص شريح نفس زينة رمضان بس الديل في الآخر بيطلع تحفى شكله جميل وبسيط نجيب الخط بتاعنا الكيس اللي احنا قطعناها هات هناخد مسلا اتنين ممكن ناخد واحدة ونجوزها وممكن ناخد اتنين ونجوزه بس انا هفضل ان انا هاخد اتنين ونجوزه وهنبدأ نربط بالخيط اربط واجمد عليها عشان ما يفكش في الهواء تمام كده ممكن بقى نعمل كل اسود وممكن نعمل ايه الوان واحدة 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 ممكن ايه على حسب ايه كل واحد دماغه انا هاخد واحدة سمرة واحدة بيضة كده تمام كده يبلغون اللي بعده ابيض ونسيب حوالي خمسة سنطي وهناخد عوضة على الابيض التاني وناخد كمان عوضة عشان ما تفكش معانا نجمد على شغلنا افضل تمام بنبدأ تاني مسلا ناخد اللون الاخضر يبقى احنا بناخد ايه اللون اسود لون ابيض لون اغضر نرجع نبدأ تاني اسود ابيض اغضر بحيث ان هو يدي معانا شكل حال وكل واحد وزوق اللون ده حسب كل واحد وزوق ابيعلمكم بس طريقة عمالة دي وياريت لو انت لسه متابع معانا الغد الوقتي ياريت ما تنساش لحط اللايك لان هو دي دعمك لنا دعمكم مستمرين ان شاء الله هناخد تاني اتنين كياس السودة وهنربطه تجامل تمام هرجع ناخد اتنين تاني اغضر ما فيش مشكلة ايه لون دي طريقة عمالة يا جماعة انا بس بوري لكم طريقة عمالة الوان ترتيب الوان كل واحد وزي ما عاوز يعمل طريقة عمالة بس ان احنا بنجيبها كياس نقطعها شريح وهنربطها على خيط كل خمسة سنتي بس نجمد على الخيط بتاعنا وفي النهاية الديل بيطلع جميل شكله جميل كذا هناخد اتنين بيط برضو وهنربطهم برضو من نص لو معاك واحد ماسك عليك يبقى انت اتخلص بسرعة انا بصور و الفيديو طويل معايا معلش لان انا ماسك انا اللي شغال مع نفسي وهم حاجة في موضوع الطيارات دي يا جماعة ما فيش اطفال تطلع فاول سطح عشان الحوادث اللي بتحصل الايام دي طير طير من على الارض كده هنرجع نربط اتنين بالنسبة لما اي اكياس عندك قديمة ما فيش مشكلة ما حاجة بكون نظيفة مش شرط تشتري اكياس بواي الكيس بتاع الطيارة باستخدمها برضو ما فيش مشكلة يا ريت يا حبايب قالب نوصل الفيديو ده لالف لايك عشان نقدر نزلكم فيديوهات باستمرار ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله الشير عشان غيرك يستفيد تمام كده زي ما انتم شايفين خدنا اتنين لون اسود واحدة لون اسود واحدة لون اسود اي حاجة عندنا ما فيش مشكلة انا معلمكم بس طريقة العماية ده مسلا حتيتين خضر لون اخضر معايا وسيارين حطتهم مع واحدة طويلة لون اسود وهنربطهم ما فيش حاجة برضو هده تترامي معنا كله هيشتغل وسيار طويل كله هيشتغل والدي اللي بيطلع في النهاية بشكله جميل وارجع وقولك لو ماسك عليك حد هتقدر تخلص بسرعة علشي انا شغال لوحدي فعشان كده ومعالشي لان انا طولت عليكم في الفيديو بس شغال لوحدي يا جماعة وكده اكيد انتم وصلتم لطريقة عماية للديل كده تمام ايه رأيكم شكله جميل عاوز تقص الزيادات بتاعته ما فيش مشكلة عاوز تسيبه زي ما هو ما فيش مشكلة وانا كنت عامل دي للطيارة اهوات محضره بس انا ايه عبيت برضه اوريه لكم في نهاية الفيديو انا عامل مجموعة الوان عامل اخضر وعمل ابيض وعمل اسويت دي اللي كان متوفر عندي وحاجات بسيطة زرقة اه برضو الالوان دي حسب اه من تعاوز وكده احنا عاملنا دي للطيارة وعملنا فيديو الميزان وان شاء الله انطيارها وهنزل لكم الفيديو وزي ما تعودنا في نهاية الفيديو مش هنوصيكم على اللايك والشير وان شاء الله نتابع على خير في الفيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع اصدقائكم لتعم الفائدة وندعوكم للانضمام الينا بالضغط على الزر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات اول باول اشتركوا في القناة